بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا كل سنة أحدكم طيبين احنا دخلنا كمان في الشهر المبارك الشهر اللي بيفتح أبواب الاستعداد لشهر رمضان شهر شعبان المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا في خير حال وفي خير صحة ويبلغنا رمضان على أحلى وأجمل وأطيب وأقرب حال النهاردة شوية الحالة بتاعتنا احنا يوم الحد بنروح على البيوت نتفقد البيوت نتفقد البيوت ليه؟ لأن البيوت أمانة البيوت بالأمانات على فكرة البيوت مليانة أمانة أمانة ربنا بيودعها لأن ما في بيت بيتفتح إلا وربنا بيوضع فيه أمانة السكينة والمواد والرحمة فبتبقى أمانات وعشان كده الرجل راعي والمرأة راعية في بيت زوجها والاتنين مسؤولين عن راعيته وعلى فكرة أنا بحب قوي فلسفة أن الراجل بيرعى زوجته وزوجته بترعاه لأن الاتنين رعاه في البيت فالاتنين لازم يرعوا بعض بقول كده ليه؟ لأن حلقتنا النهاردة بنتكلم فيها عن مشكلة بتواجهنا كتير في مركز الإرشاد الزواجي بدر الإفتاح المساري بشوفها كتير ومن خلال استفساراتكم كمان لنا في برنامج ولا تعسره ومن خلال الفتاوى اللي ما لهاش حصر وعلى فكرة دي أحد أهم أسباب الخفية في ارتفاع الأسئلة وفي ارتفاع نسب الفتاوى اللي هي إيه بقى؟ اللي هي إيه المشكلة بتاعتنا أن احنا هنواجهها في البيوت دلوقتي ولازم نتعامل معها مشكلة الوسواس في الطلاء الوسواس في الطلاء لما بيكون فيه زوج كتير الحلف بالطلاء ويبقى بالنسبة لنا زبون دائم في مسألة الحلفان بالطلاء وبيرمي الأيمان كتيرة على زوجته كتير بتشعر الزوجة أن هي عايشة معاه في الحرام لما الراجل يكون بيكتر الحلفان بالطلاء وأن حياتها فيها صعوبات كبيرة جدا جدا وأن ما فيش بركة في حياتها وأنها مش سعيدة وده مش بتحصل إلا لو الحياة دي مش حلال هي بتقول كده يا دي تفسير أحد التفسيرات الأنثوية أن هي نزع البركة تسببه أن الحياة مش حلال تدور بقى على أن لقمة العيش مش حلال تدور على أن عيشتهم مع بعض مش حلال والزوجة مش بتبقى قادرة تعيش الحياة دي المشكلة بقى بتزيد وبتتحول إلى مأساة اللي هي مأساة الحفام بالطلاء لما تكون الزوجة بقى حاسة أن هي متدينة زيادة أو بالتعبير الدارج أن هي حاسة أن هي ملتزمة دينية فالمسألة بتكون بقى الحياة بتبقى المسألة مسألة حياة أو موت إيه ليه بقى؟ لأن الطلاء مؤعى في منطقة خطر جدا جدا على أي زوجة متدينة اللي هي منطقة الأعراض فهي علاقتها بزوجة طول السنين اللي فاتت كانت حرام وبقى رايحة جهنم وخصوصا أن هي بقى بتتعرض لهذه المنطقة الخطر عندها اللي هي منطقة إيه؟ منطقة العرض بالنسبة للزوجة وكأنها بترتكب فاحشة كل مرة بتحصل علاقة خاصة بينها وبنزوجها ولازم تاخد حزرها وهي في البيت وتقعد بقى بالحجاب لأنها قاعدة مع رجل غريب وأجنبي عنها لهذه الدرجة؟ آه لهذه الدرجة هنا بقى الوسوس في الطلاق ده بقى لازم نقف عنده شوية إن الستة متوسوسة أن هي اتطلقت وتجيب لها أيمان المسلمين وقفوا ده مثلا بالساعتين تلاتة معاه على التليفون وإحنا بنفتيها وهي مصر على إن فيه طلاق وقع وتقول لك أنا مرتحتش وتبقى المسألة في بعض الأحيان مسألة صعبة جدا جدا لدرجة إن بعض الزوجات لما بيدخل عليها زوجها بتقفل الباب على نفسها وتقول له اعتبرني جليسة للأطفال بي بي سيتر خلاص أنا بعتبرني من مش خلاص أنا مش زوجتك أو تقول له إيه بقى أكلمني قبل ما تيجي عشان إيه اللي حاصل عشان أخذ احتياطاتي وألبس حجابي وتقول لي أنت جايز ساعة كامة عشان أقعد في غرفة تانية وده كله بيحصل مع الزوج اللي عنده وسواس برضو فبتعامل مع زوجته كأنها غريبة وإيه اللي بيحصل ومش بيخليها معها في البيت وهنا بقى بتحصل لرحلة عذاب بقى للزوجين ويفضل الزوجين يتوسوسوا حتى في سؤالهم للمشايخ في دار الإفتة ويسألوا أكتر من شيخ ويسألوا أكتر من مرة بحجة إنهم ما ذكروش بعض التفاصيل لدرجة إنهم لما يوصلوا للفتوى بيكونوا عاوزين مننا نكتب ساعات لما يبقى الوسواس متمكن من الشخص ده في الطلاق بيكون عايزني أعمل إيه أكتب له الفتوى بإيديا وكمان أحلف له بالله العظيم على الفتوى وده ممكن يحصل على فكرة للزوج وممكن يحصل للزوجة طبعا إحنا ما عندناش كده والزوج على فكرة بيختلف شوية فممكن يقول لنا مثلا قولي حكم إن أنا بطلقها في سري يعني مثلا يقول لي إيه أنا أنا طلقتها أقول له طلقتها يعني تلفزت بإنت يقول له أنا طلقتها جوايا بحس إن أنا بطلقها جوايا فأقول له هل تلفزت بده فأقول لي لأ مش فاكر أو ما ظنيش طبعا إنت عملت إيه يقول لي أنا حاسس إن أنا طلقتها جوايا بس تفتيني على إن أنا تلفزت بالطلاق وده طبعا ما ينفعش ده خطأ وإحنا عندنا جزء مهم للتعامل مع الوسواس في الفتاوى ففي الأحكام الشرعية إحنا بنفتي الموسوس بما يدفع وسواسه كده نص الفقاء لأنك إنت لما تيجي تفتي حد تفتي بما يدفع وسواسه يذهب وسواسه طب واحد يقول لي إنت ليه بتتكلم عن ده فالكلم عن ده عشان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عملنا دليل تفصيل اللي قوله بل الإنسان وعلى نفسه بصير وإحنا لما تأمننا في المجتمع لقينا حكاية الوسواس ده زاد زاد بشكل كبير جدا 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 زاد ليه زاد لأسباب كتير منها التدايون الكمي التدايون الكمي زود الوسواس عند الناس زود الوسواس عند الناس وهو بيمارس ممارسة سخيفة لحاجة جليلة في علم أصول الفقه اسمه سد الزرائح مارسوا بطريقة سخيفة ورزيلة خلت الناس خلت الناس والواحد بيسأله هو أنا صليت ثلاثة ولا أربعة يعملوا على أن الإنسان طبيعي مع أن كتب الفقه بتقول أن الشخص الموسوس في بعض الأحيان عشان نتفعل الوسواسه لما يكون موسوس وبيتكرم منه الوسواس في كل مرة بيصلي في كل حاجة بيعملها في كل وضوء مش ممكن يسيبه يهلك نفسه لأن الله سبحانه وتعالى جعل حفظ النفس أعلى حاجة ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا فحفظ النفس ده هات حاجة مقدمة ولذلك خلاص بقى مستقر في ترتيب المقاصد أن حفظ النفس المقدم على حفظ العقل وحفظ النفس وحفظ الدين إذا كنا بنقصد الدين الأحكام لأنه لو ما فيش نفس وما فيش عقل ما فيش تكاليف فعشان كده اللي احنا بنعمله مع الناس ده بيوصل ببعض الناس إلى أن هم خلاص حياتهم بتتضم فعشان كده بنعمل إيه بنيجي في الموسوسين نحملهم على ما يدفع وسوسهم أما الموسوسين الطلاق بقى فبيعملوا إيه فبيخافوا كل ما ينطقوا أنا أحكي لكم شوية حالات كده عشان إيه عشان نوقف بقى نوقف من الوسوس ده بقى أنا بتكلم لأن أنا موجوع يعني ومتدايق من شدة من شدة الكلام في الطلاق لا 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 أنا عايز أحل الكلام في البيوت البيوت بقت مليانة بدا فحنا كنا لازم نتكلم في أمر ده لأن أنا شفته كتر مش شفته كتر أنا عارف أنه هو كتر بس كنت بختار الوقت مناسبة لأنه احنا أتكلم عنه بيعمل إيه بقى بيقول أنا بحس أنه لو حد المسواس بقى لما يتمكن منه في المنسوسين بالطلاق بيقول أنا بحس أنه لو أي حد جنبي قال لفظ الطاق أنا طلقت مراتي ولما بيقول لزوجته أنت مثلا يقول لها مثلا أي جملة أي جملة فيها حرف الطاق بيحس أن هي إيه أو يقول لها مثلا كلمة أنت يحس أنه أكمل في دماغه أنت طالق الحالة اللي عندنا اللي عندنا ممكن نتكلم عنها الزوج ده بيكون سببه مرضي في الغالب فالمواسوس بتفضل الفكرة تدور في دماغه تدور في دماغه تدور في دماغه حتى لو هو موقن أن هي غير منطقية وفي مواسوسين ما يعرفوش أن فيه وسواس أصلا فيبقى عاوز يفضل في منطقة الحلال والبعد عن أي شبهة والفقرة بما أنها جت تبقى خلاص صحيحة وتبقى حقيقة وتبقى واقع ومش بيكون مدرك أن دي فكرة وسواسية لأنه مش عارف أن هي فكرة وسواسية فاسدة فتدور الفكرة في دماغه لأنه عنده مشكلة في كيميا المخ ولو المواسوس لما بالطول فترة مرضه بيعمل عليه ضغط شديد فممكن يوصل للاكتئاب ويؤدف بعض الأحيين للانتحار والشخص المواسوس ده بيحاول يجيب كل تلفونات المشايخ ويكلمهم ويسألهم فيزيد عنه الوسواس ويجي ويقول لي افتيني على أني شخص مش مواسوس يا سيد بس أنت مواسوس لكن إحنا عندنا الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال ولا أشخاص فيبقى أنا لو وقفتتك على أنك أنت مش مواسوس يبقى ده حرام علي ولذلك أنتوا بتلاقوني وأنا بسأل بعض الناس بقوله على فكرة أنت مواسوس ويجيت من اندي قال له ده أكشف ولا زكاوة قال له لا كنت التجارب خلاص عرفنا وحفظنا المسألة ولذلك المسألة دي المشقة تجل بالتيسير والضرر يزال ده حياة وقفة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا لا ضرر ولا ضرار فخرجنا بإيه بإن المشقة تجل بالتيسير فإحنا لازم نزيل المشقة دي لازم لازم نفتح باب للخروج من هذه الأزمة وإسراننا على عدم الرد عليه بيكون جزء من العلاج على فكرة إسراننا من عدم الرد على المؤسوس ده بيبقى جزء من العلاج لأن كل ما بجاوب بيفضل يسأل ويقول لي أصلي نسيت تفصيلة أصلي نسيت أقول لك أنا كنت واقف فين أصلي نسيت أقول لك كان مين بس أصلي أصلي نسيت أقول لك ده كان رد فعل للايه وكل الكلام ده تعالى فكرة لا يفيد في لا يفيد في مسألة الطرق وأوقات يتصل بي علشان يقول لي بس أنا ماشي على الفتوى يعني يتصل بي وقوه إيه في طريق اللي يقول لي بو الله أنا باتصل بيك بس عشان أكد إن أنا ماشي على الفتوى إذن لابد إن إحنا نعرف إن الوسواس مرض ليه علاج وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا نخرج من الصلاة إلا ليقين فإيه اللي يحصل إذا حدستك نفسك فلا تخرج حتى تسمع صوتا أو أن تجد ريحا حاجة فيها حس يعني حاجة تخرج اليقين فاليقين لا يزول بالشك وصاحب الوسواس ليس صاحب يقين بل هو صاحب مرض فلابد إن هو يصل للشفاء باستخدام العلاج وخطة تساعده للعودة للاتزان لو ما حصلش ده إحنا عندنا مشكلة مشكلة كبيرة وتستمر طب نعمل إيه بقى؟ أول حاجة الشخص الموسوس اللي وصل إلى هذه الدرجة نحن نحتاج إلى الزهاب لطبيب لطبيب عشان يكتب لنا إيه؟ يكتب لنا علاج يساعدنا على اتزان كيميا المخ عشان اتزان كيميا المخ هو اللي بيخلي الفكرة توقف وترد إذا كانت غير منطقي طب إذا ما كانش حصل مشكلة في هذه في هذه الانزامات في هذه الكيمياة تفضل الفكرة تدور 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 وهو مش عارف ويهلك نفسه تاني حاجة الوسواس معنى من معاني إهلاك النفس فلابد الشخص الموسوس يتوجه في الفتوى للمتخصصين عشان ما يزيدوش من وسواسه ما يروحش يسأل حد مش متخصص الشخص بقى اللي بيتعامل مع الموسوس يعمل إيه؟ يعتبر إن اللي هو بيقوله ده وكأنه غير موجود ليه طيب؟ لإن اللي بيتعامل مع الموسوس الوسواس يعدي يعدي إذا أنت إيه؟ إذا أنت صدقت إن اللي هو بيقوله ده واقع فالوسواس يعدي فلازم إحنا بتعامل مع الموسوسين الكلام اللي هو بيقوله والإصرار اللي هو بيصره ده بيصره لإنه هو عنده شيء مرضي ما ينفعش لما حد يكون متأكد إنه هو موجوع وما فيش بيقول إنه هنا فيه جرح وهو ما فيش جرح لكن ده هو جرح نفساني أعمل إيه؟ أطوعف ده لما أطوعف ده إيه إلا هيحصل؟ هيتمادة هيتمادة تماديا شديدا يعني إيه؟ يعني الزوجة اللي هو الزوجة موسوس في الطلاق ده بعد ما أعمل كده لما ييجي يقول حاجة ولا كأنه اتعامل مع ده خالص ولا كأن الكلام ده موجود هو ده اللي يدفع الوسواس يبقى أنا نصحته بإنه هو يروح للدكتور نصحته بإنه هو لما ييجي يسأل في مسائل الطلاق يروح متخصص نصحت اللي يعيش معاه ما يعتبرش كالوسواس بتاعه ده تواقع لكن في نفس الوقت الحالات اللي فيها وسواس في الطلاق والحياة بتبقى صعبة فيها نحن نحتاج إلى الزهاب للمتخصصين في الإرشاد عشان يقولوننا نعمل إيه عشان يقدروا هو ده من قبيل الوسواس في الطلاق ولا لا طب ونعمل إيه في شوية إجراءات كمان لازم نعملها وإحنا بنعالج مسألة الوسواس الوسواس في الطلاق ما بين الزوجين أول حاجة إن الزوجة تتعامل مع زوجها على إنه هو محتاج مزيد من الحنان مزيد من الرعاية لإن هذا الوسواس بييجي من إن الإنسان بيحاول يأمن نفسه لإنه هو خايف دايما إنه هو يقع في الخطأ ويبقى عنده عدم الأمان الأمر الثاني اللي لازم نعمله لازم نترك فكرة الوسمة آه فيه واحد عنده وسواس هو ما بيرضاش يروح للدكتور لإنه إحنا ما بنكونش عاون لأخينا على نفسه الأمارة بالسوق أي زوجة زوجة عنده وسواس أي زوجة عنده وسواس لازم يعرف إن ده موطن الفضل لازم كل واحد فينا يظهر الفضل اللي عنده وتعاونه على البر والتقوى ولا تعاونه على الإثم والعدوان الوسواس بيبقى صفة بيحط عليها قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كاره منها خلق الرضي منها الآخر تعالوا نساعد بعض وكوي أي حد في الأسرة في حد موسوسي ساعده على إنه هو إذا كان الوسواس وقف حياته خلاص وبدأ يخلي الحياة صعبة يبقى إحنا محتاجين بسرعة نتخلص من هذا الوسواس بالخطوات اللي إحنا قلناها عشان نقدر نخرج من هذا الضيق إلى ساعة رب العالمين يا رب العالمين أكرمنا واجعلنا من عبادك المخلصين وارح قلوبنا واجعلنا من أهل الأمان واجعلنا من المطمئنين في كل وقت وحين يا رب العالمين بعد الفاصل يا سادة نتلقى أسئلتكم المباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة ونخلي يوم مخصوص نجاوب عليها لأسئلتكم ونفتح أبواب العيش معكم في حضرة مولانا سبحانه وتعالى لنتلقى مدده ونتلقى توفيقه سبحانه وتعالى وتعالوا ناخد أول سؤال نتلقى أول سؤال من أستاذ حسين أستاذ حسين عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم تفضل الأستاذ حسين بقول هذا الشيخنا الوقت فيه بنتي جزهة يعني هو راجل بيعرف ربنا وكل شيء والحمد لله وبيصلي وكذا وشايف يعني أحوال بيته على الكمال والتمام لكن زوجته للأسف زوجته اللي هي بنتي أيوة للأسف يعني أنها ابتدت تتصحب على زميل ليها وابتدوا يلعبوا في دماغها وتقريبا يعني شبه خربوا العلاقة كويس معلش أعداء في العبارة شوية بيتصاحبوا على زميلات ليها أيوة بناس أصل حاليك قلت طيب ماشي الزميلات ليها وبعدين ابتدوا يعني زي ما تقولي لعبوا في ناغلوا عندهم يعني حرية زيادة عن اللازم وأخبال حتك وبعدهم مطلقات وأعلى الاثنين مطلقات للأسف طيب ويعني وديرين حياتهم كده بالطول وبالعرض رغم أنهم معهم عيال وكذا طيب السؤال 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 الوقت إحنا يعني هل يعني بنتي أنا مش حالف في الوقت أعمل معها حاولنا ننصح كتير عادنا كتير أن جزء كويس وكذا ويعني بس ما فيش فايدة للأسف يعني طيب ركبة شمال ويعني كمان يمكن أعضروا لحياتك أنها بتادي التسعب صجاير وحاجاتك يا فقع يريد تنصحني أقول لحياتك يا أستاذ حسين احنا عندنا دلت حاجات ننصحك بيوم أول حاجة لازم لا تتوقف عن النصيحة بس لازم تغير نصيحتك خالص يا أستاذ حسين لازم نصيحتك تيجي بعد الحاجة التانية اللي أقولها لك لازم تسمعها هي ما عندهاش حد بيسمعها دلوقتي هي راحت لصحباتها وبدأت تسمع صحباتها لأن محدش بيسمعها ما تستعجلش ما تقولش احنا بنسمعها ومحدش بيزعالها احنا عايزين نسمعها عايزين نسمعها ليه انت حضرك بتقول ان زوجها زي الفل يا ما جلنا في مركز الاشتاد الزواجي الناس بيبقوا زي الفل وأول ما بنفتح الباب أنا على طول ببقى عارف ان الدنيا من زي الفل بتظهر حاجات انت مش ممكن تتخيلها بتظهر أمور انت مش ممكن تعرفها واحد من اتنين حب ما يقولش كل حاجة وبيقول ان انا مستحمل كل نظرات الاتهام اللي جاي من الناس دي بس هم انا مش هفضح الطرف الاخر بتحصل بتحصل والطرف الاخر بيتمادة وبيبقى مبسوط ان الشخص التاني ظهر بمظهر الشيطان ان هو بيخرب البيت اي حد بيجي يقول لي انا بنتي بقيت تسمع او بنتي بتروح تحكي لصحباتها يبقى هو ما بتتسمعش لان الصحبات ايه اللي بيحصل بيسمعوها هي عايز تكلم فبيكلموها بيقولها لان امها مقدرين مشاعرها لكن احنا شايفين الراجل زي الفل وعايزين نعمل ايه عايزين نغير نظر بنتنا للجواز ونظر بنتنا للجوزة عشان نحافظ عليها فاحنا بنعمل حال غلط ايه هي اول حاجة لازم تسمع لازم نعرف ايه مالها فاول حاجة لازم تسمعوها وبعد ما تسمعها يبقى النصيحة على ده تاني حاجة اذا فضل الوضع على ما هو عليه بعض النصيحة يبقى على طول زي ما حدث النبي قال انما شفاء العي السؤال تجيبوا هما الاثنين على مركز الاشياء الزواجي ومش هي الوحدة هما الاثنين بنتك بدل عندها ده جزء الطيب اللطيف المتدين اللي قين بكل واجباته ده اللي انا ما عرفوش اهو انا ما عرفوش هو جزء من المشكلة الزواجية اللي بينه لان احنا عندنا قانون كده قانون قانون وكأنه وسنة ربنا جعلها في الكون ان اي مشكلة زوجية سببها الاثنين من سببها واحد بس فعشان كده اخونا هذا خليهم هما الاثنين اذا كنت انت بعد ما تسمعها وبعد ما تنصحها ما حصلش الوصول لحل على طول خليهم يتفضلوا الى مركز الاشياء الزواجي ونقبلهم وان شاء الله في حدود لكل الكلام اللي انا بقوله ده دي نصحتي ديك يا استاذ حسين استاذ السيدة محمود تتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كفادرت الشيط كل سنة وحدوتك طيب وحدك طيبة وبصحة وبسلام وبفضل الله يخليك كان سؤالين بسط بسرعة كده عشان معطلش حضر اتفضلي بس انا الحج متوفي بقاله 15 شهر طيب الله يرحمه يا رب واجعله في ساعة الجنات الله يخليك فابنه شافه يعني في سنه صغير وبعدين بعد كده ابنه ابنه شاف شاف الحج الله يرحمه كينه سنه صغير وبعد كده قال ايه شافه لما مات قالوا حطه في العربية بتاعته يعني في بتاع الورا في العربية بتاعته فلقاب يتحرك طيب قال لي احنا دفعنا ابو يا صحي يكون كان مغمى عليه طيب انا ضغر بان نبني يا ماما انا كده يعني طيب ايه تاني السؤال التاني السؤال التاني انا عندي تلات اه شباب ربيهم بعد موم وابوهم يعني ولاد بنتي طيب وبعدين يعني ايه اما لهم معاش وما عاشنا معاهم طيب اما ايه بيخلص اللي معاش مسلا ممكن ايه اكون شايلالهم ايرش انا بعملهم جمعية وشيلها لهم اخد منه اصرف يعني من في البيت حرام والحلال انت اللي عاملة جمعية من فلوسهم ولا من فلوسك يعني هم بيخرجوا استني بس اما هم بيخرجوا الفلوس على بعضها لا استني بس يا حاج هؤون اللهم يرحموا أه بص يا ستي فانت دلوقتي بتقولي احنا حطين معاش أبوهم على فلوسنا وبنصرف مننا على معاشنا على معاشنا دلوقتي فأنتي بتقولي لما فلوسي بتخلص بنجيب من الفلوس عشان نصرف عليهم منها ولا نصرف علينا كلنا على الكل ما هم فيش اللي أنا وهم بس طيب أقولك حاجة حاجة أنا أجاوبك على السؤالين أول حاجة الحاجة ما تدفنش ميت ولا أي حاجة وابنك بس عنده حالة من حالات يعني ما زال حتى الآن متعلق تعلق محتاج إن إحنا نشوفه لحسن يكون التعلق ده والتعلق فيه شوية فيه حالة من حالات عدم الاتزان اللي هو فيه حالة من حالات الإنكار اللي هو أنا شفت والدي في المنام على إنه سنه صغير وبعدين لما حطته في العربية حسيت إنه هو بتحرك فأنا عايزين نعرف نروح نفتح القبر ونتأكد إنه هو مات ولا لا دي كارس يعني دي طريق التفكير فيها مشكلة دي طريق التفكير فيها إيه؟ فيها مشكلة ليه طيب؟ لأن أكيد الحاج مر بعدة مراحل عشان نتأكد إنه هو توفي فلا دي حالة ما فيها مشكلة وهو الاعتماد على المنامات والرؤى في اختيار في التعاون مع حاجات فيها حرمة وحرمة الميت فده محتاج إنه إحنا لأ يعني مش هنمشي وراء التفسير ده ومش هنمشي وراء ده ومش هنمشي القبر عشان رؤية ولا عشان فكرة عندي ابن حضرتك طيب يبقى ابن حضرتك محتاج إنه يتتبع على عنده فكرة إنكار إن الوالد توفي وإنه هو محتاج له وإنه هو مش قادر يعيش حياته من غيره فيحتاج ممكن يبقى حصلتها محتاج دعم مش شوية دعم السؤال التاني بتاع حضرتك وهو إحنا بالأساس عنصرف من الفلوس دي ثم الفلوس اللي عنصرف عليها من الأولاد نصرف عليها هم مش نصرف عليكم كلكم إلا إذا هم كانوا أزنين في ده يعني إذا كانوا هم أزنين يا أمي يا تيتا خذي الفلوس كلها ونصرف عليها كأننا زي الأشعريين لكن أنت متعمليش الكلام ده من نفسك لازم هم يوافق هل هم في سن بدل هم بياخدوا المعاش والمعاش ده بيطلع باسمهم يبقى هم خلاص في سن يسمح لهم بده فإذا كان ده فلازم ناخد رأيهم وهم يقولوا لحضرتك فإذا قالوا لحضرتك ما فيش مشكلة خالص إن احنا نحط فلوسنا على بعض كلها ونصرف فيها بس برضاهم لأن الفلوس ديوله ملكهمهم فإذا راضيوا فيبقى جائز وليس فيه إشكال ويكون ده زي بالظبط موارد في الحديث زي الأشعريين الأشعريين إذا أرمروا أو جدوا في السير جمعوا ما عندهم من مال وضعوه في نطع واحد ثم قسموه بينهم بالسوية اللي احنا نحط فلوسنا مع بعض لما نكون عايشين عيشها واحدة ده جائز بس لازم يكون بموافقتهم لأن المال ده في النهاية مالهم هم نعم أستاذ محمد يتفضل أستاذ محمد ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد كلها ونتو بخير يا رب وربنا بلغنا رمضان بكل خير يا رب يا سيد والله يا فضلية الشيخ أنا الحمد لله شغال في دول الخليج وأموري طيبة والله ملك الحمد في كل حال ولكن أنا في السيف دايماً بسافر أوروبا كتير بنروح أمريكا يعني تابع الشغل والأمور طيبة ولكن أنا خابب أن أستكر خارج الوطن ويخايف أن أكون كده أنا بقطع عيش بيدي فأنا مش لايه أي حد يجاوبني بصراحة على الموضوع ده أجاوب حضرتك بروس يا سيدي إحنا دلوقتي عندنا في زمان كده في دراسات العلوم الاجتماعية درسوا حاجة اسمها صنائية المجتمعات إن في المجتمع المستنير المتقدم الشريف المجتمع الأبيض وفي المجتمع الخرافي اللي بيعتمد فيه على القضية الدينية واللي هو راجعي ومضاوي وبيعيش في الماضي في السنائية دي السنائية دي في الحقيقة ما كانتش بس أدالة تحليل في علم الاجتماع لكن ده أنتكت ثقافة وأنتكت أمور كتيرة جدا جدا لدرجة إن فيه مجتمعات نشأت على العنصرية والتمييز يبدو يبدو إن ما زالت فيه بقايا من هذه العنصرية وهو إحساس الأفضلية لبعض المجتمعات على مجتمعات أخرى كل مجتمع فيه عناصر من عناصر الشرف والكرامة والحسن والجمال والحالة اللي إحنا فيها دي دلوقتي أنا بكلمك دلوقتي وبجاوبك بكل وضوح الحالة اللي إحنا فيها دلوقتي بتبين قد إيه منظومة القيم في بعض الدول هي منظومة قلقة لنا نستطيع إن إحنا نعتمد عليها فأنا ما أقدرش أقول لك والله سافر ولما تلاقي أي تعامل فيه عدم احترام لكرامة الإنسان تيجي تزعل بعد كده لإن إحنا الأحداث اللي إحنا فيها هتنتج بعض الأشياء في المستقبل فالي هتنتجه في المستقبل ده حتى الآن إحنا لا نستطيع إن إحنا نعرفه فيه تحديات دلوقتي في بعض الأماكن اللي إنت ممكن تروحها آه فيه تحديات فيه تحديات تتعلق بالأبناء هتحدث تتعلق بالأبناء ليه فرض مفاهيم معينة في تربية الأبناء ده موجود دلوقتي في بعض الدول فرضوا كانوا زمان وهي الدول دي بتتكلم عن الحريات كانوا الأبناء ممكن يرفضوا يقولوا إن دينهم ما يسمح لهم مش بده لا دلوقتي بيفرض عليهم فرضا يعني بيفرض عليهم إنه في الأدوار إنه يختار النوع اللي هو فيه بالعكس بيفرض عليه إنه يختار نوع غير نوعه فيه التراسة في المدرسة فأنا عايز أقول إيه عايز أقول إن أنت لازم تدرس دراسة جدول لإنت تكون في أماكن تانية إن أماكن دي أماكن السفر غير أماكن العيش التفسير اللي أنا بقولك بالزبط كده إنك تسافر إلى مكان فيبقى عندك حرية اللي انت قال وإن أنت تعمل اللي أنت عايزه في السفر غير إن أنت تعيش في مكان تعيش في مكان إنت مقيد بمكان العمل بتاعك مقيد بمفاهيم العمل اللي هناك مقيد بمنظومة القيامة المجتمعية فأنت خلاص المجتمع ده بقى عيشتك فهتكتشف حاجات كتيرة ما بتكتشفهاش في السفر أنا عايز أقول لك حاجة الحكمة بتقول إن بعض الناس بيبقى عندهم مشاعر وعواطف وبعض الأشياء غير مدروسة لا لشيء إلا لأن هم ما قعدوش مع نفسهم وعرفوا الصورة الحقيقية بتاعتهم عرفوا الصورة الحقيقية إنه هو بيحب يسافر فمتصور إن المكان اللي هايسافر فيه هو الفردوس المفقود فلما بيسافر بيجد حقيقة تانية خالص المسألة بشكل دقيق عشان أجاوبك إجابة واضحة ادرس الفرصة ادرسها دراسة صحيحة لإن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للمرء أن يزل نفسه قال وكيف يزل المرء نفسه يا رسول الله قال أن يحمل نفسه وما لا يطيق فادرس اللي انت بتعمله وشوف الفرصة تتناسب مع منظومت أول حاجة بتتناسب مع منظومتك القيمية ولا لا المكان اللي انت رايحه ده مكان أفضل ليك ولأولادك ولا لا المكان اللي انت رايحه ده هيبقى عندك حالة تستطيع أن انت تعيش حياة مستقرة إنسانيا وحارة مستقرة اجتماعيا ولا لا إذا كان الكلام ده مفيش حاجة تمنعك إن انت تسافر بس خلي بالك إن المسألة محتاجة دراسة وإن التغيرات الموجودة في العالم كله تغيرات تحتاج إلى دراسة جدوى أي انتقال بينتقل فيه الإنسان مهم أول أن أقول لحضرات الكلام ده أستاذ عالي من قنى أيها تفضل أستاذ عالي السلام عليكم عليكم سلام عليكم حضرتك الشيخ أنا معايا أختي نعم يعني هي الأب بتوفى وكانت صغيرة في السن وكانت تجي لها حالات إغماء وهي صغيرة تشوف الحاجات احنا بجبين نشوفها وراحت على جناه للدكاثة وكده معلش الإغماء ده كان بيحصل لها بعد وفاة زو والد بعد وفاة الوالد ولا قبل وفاة الوالد لا بعد بعد طي كانت سنة صغيرة 11 سنة طي وبعد لوقت الغاية ما تزوجت وبرضو بتجي لها حالات الإغماء دي ويعني لو كنت أقل عليها بعد القرآن وكانت تفوق لكن بتحصل لها شاحة تشنوجات ومش بتبقى مزبوطة يعني طيب انت حذيك ايه نوع الأطباء اللي روحتلها عملتلها ده كانت مخ وأعصاب مخ وأعصاب كانت صغيرة طي فقالوا ان الحمد لله جاهزها العصبي مفوشي لغاية ما استقرت على العلاج ومشت على العلاج وهي صغيرة والدكتورة من خلال جال خلاص ما تخدش العلاج ثاني أو ما نعملها العلاج يعني كده خلالت لكن هم قالوا ان ما كانتش في مشكلة أصلاً عصابي ما كانتش في مشكلة في مشكلة تتعلق بمخل عصاب خلت خلت العلاج تاحها وبيجت كويسة ومزبوطة منه وصغير طيب ايه السؤال في المه يا استاذ علي؟ انا عايز يعني الحالة اللي بتجي لديه الغماعات واللي هي بتشوف حيات كده ولما اقرأ عليها القرآن بيطب حالتها ايه الحياة اللي بتشوفها؟ يعني بتشوف حيات كده بتمشي على الحطان وكده طيب انا اجاوب حضرتك يا استاذ علي استاذ علي اللي عنده أختك ملوش ده خالص بالجن ولا بالعفريت اللي عنده أختك ومن زمان كنت لابد تنتبره اللي عنده أختك ده حالة اسمها أثار ما بعد الصدمة بعد موالدك انتقل حصل لها بعض الأثار النفسية اللي خلتها ومش بالضرورة الأثار النفسية ان هي بقت تحولت إلى مريضة لكن هي بالأساس عندها افتقاد شديد جدا جدا للأمان وهي بيحصل لها الإغماء ده وقت كأحد وسائل عدم القدرة على تحمل الضغط النفسي بأن هي أصبحت مهددة أصبحت بلا أمان فبيحصل لها إغماء وده موجود موجود في العلم وممكن يظهر أثار جلدية أو أثار منها ان الواحد يحصل له إغماء زي ما فيه سايكوسماتيك إذا أرضر يعني أثار جسمانية نفسانية فيه أثار كمان بتصل إلى حد الإغماء لما الإنسان ما يقدرش يتحمل ضغط الفكرة أو ضغط الحالة اللي هو فيها هي حاسة بعدم الأمان وأظن إن احنا لغاية دلوقتي لم نستطيع أن نصل إلى حد إن هي تحس بالأمان فيها لما تروح تكلمها تقولك أنا عمر ما حسيت بالأمان فهي محتاجة إيه؟ محتاجة اهتمام شديد جداً جداً محتاجة إن هي تتسمع محتاجة إن هي تتكلم محتاجة تقول مشاعرها محتاجة إن محدش يخوفها مش محتاجة إن محتاجة إن محدش يحسسها بإن هي عندها شيء ناقص لأن كل دوت هو دوت اللي بيخليها في بعض الأحيان ما تقدرش تتحمل المفردات بعد ما حسيت إن هي بقت لوحدها ومحدش بيحميها ومحدش قيمة إضافية وبقت يتيمة ومحدش يتجوز واحدة يتيمة الكلام ده كله بيحصل في نفس البنت نفس البنت مهم إن إحنا نقدر نفهمها كويس جداً عشان نقدر نتعامل معها فاللي أنا فأق اللي أنا بقوله لك بدل إحنا تتمنين عليها فسيولوجياً ونفسياً جسادياً المسألة ببساطة خالص نحن محتاجين دعم نفسي دي إن إحنا نسمعها نخليها تتكلم نخليها تقول اللي عندها حتى لو وعى لو كانت هي من من نوعية البنات السكتة دي أوها تسيبها سكتة لازم تخليها تتكلم لازم تخليها تتكلم وتطلع لجواها لإن هو دوات اللي بيخليها يحصل لها في بعض الأحيين إغماء لما تهجم عليها حالة معينة يحصل لها إغماء وعشان كده إحنا لازم نشوف إيه اللي عندها بشكل صحيح واضح يا سيد علي أستاذ أميرة تتفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أميرة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وحضرات طيبة وحضرات طيبة بعد إذن حالك هو الأطرة اللي بتتحط في العين بتفطر في طيام أيام شعبان هو إحنا بنقول العين ليست منفزاً مفتوحاً العين مش منفز مفتوح لزيك الأطرة في العين مش هتبقى مفطرة خلاص؟ في شعبان أو غير شعبان خلاص؟ طيب سؤال تاني معلش فضالي فضالي حالك إحنا شغالين في العيناء المركزة وأحياناً يعني اسمحوا لي بس اسمحوا لي أدعي أدعي لكم كل الناس اللي في الأطقام الطبية إحنا حاسين بامتنان لكم جميعاً وخاصة في الوقت اللي إحنا فيه دواته وفي الأوقات اللي من ساعة كورونا لغاية دلوقتي وإحنا حاسين إن إحنا لازم نمتنن لكم شكراً لحظاتكم تفضالي صادركم الشيخ ربنا يديكم الصحة يا رب آمين يا برعالم وخاصة في العيناء المركزة بيشوفوا مدد الله سبحانه وتعالى تفضالي تمام تمام إحنا شغالين في العيناء المركزة فهو المريض أحياناً بيبقى خلاص يعني يعتبر إن الجهاز هو اللي معايشه صار يعني يعتبر إن الأدوية والأجهزة بتبقى معايشها المريض فدلوقتي يعني لما إحنا يعني لو الجهاز تفصل العيناء هينتقل إلى رحمة الله يعني فدلوقتي إحنا لنا طبعاً ده بيبقى لودة على الأهل مصاريف على الأهل كتير أدوية وأجهزة وبعدين إحنا بنحكس إن هو بياخذ حاجات دي على الفوضي إن هو خلاص إحنا يعتبر متوفي بس الجهاز والأدوية اللي معايشين طيب هل لو اتفصل العياني بقى إحنا علينا زند لو اتفصل العياني بعد ما الأطب قاله قاله الكلام دوت لأ طبعاً لأنه في الحقيقة خلينا نقول إن الشرع الشريف ما جايش قال حدد شكل معين من التداوي بس يعني هو دلوقتي إحنا لما شلنا الأجهزة من عليه إحنا بنموتوش ولكن الأجهزة دي فقدت دورها معاه تاني كده الأجهزة أنت كلام حضرتك اللي أنا اللي هو حضرتك بتقولولي إن الأجهزة لا تقوم بدور الأجهزة دلوقتي الدور هو إيه؟ هو العلاج فالأجهزة دلوقتي لا تقوم بدور فهي الأجهزة الآن لا تعالج هي الأجهزة كلها بتحول الإنسان بس إن هو سورة الإنسان العاش فرفع الأجهزة عنده لما يوصل للحالة دي اللي هو خلاص تيقن الوفاء خلاص رفع الأجهزة لا يكونه حرام لكن ده إحنا عارفين إن في إجراءات طبية لازم تتاخد ولازم الكلام ده بيكون بمؤفقة بمؤفقة الأهل وإن يكون الإجراءة الطب ده مقنن ومنضبط بالضوابط اللي هي بتكون حاكمة لده فإذا كان ده حصل بنفس الطريقة دي فلا بأس من رفع الأجهزة في هذا الوقت يا سادة إحنا النهاردة تكلمنا في حاجات ويبدو إن إن المسألة دي يعني أنا مش عايزة أحكي لكم قد إيه المسألة دي بتخلي البيوت بيوت كتيرة تعبانة وهي مسألة الموسوسين في الطلاق ولذلك في بعض الإجراءات بنخلي الإنسان الموسوس في الطلاق ده ما بنصدقوش وبالحل الوحيد إنه هو يروح يطلق عند مأزول يا سادة إحنا عايزين نركز عايزين نعرف إن البيوت مهما حصل لسه فيه لسه فيه نفس لسه فيه فضل لسه فيه خير لسه فيه ناس تقف جنب ناس الحكاية مش إنه واحد فينا لو حصل له أي حاجة حد يتخلى عنه لكن إحنا كمان عايزين نساعد نفسنا لم يكون حد موسوس لازم يستجيب لمسألة إنه هو يحصل على الدواء وفي نفس الوقت نوقف جنبه وندعمه لإنه هو دوت هو دوت اللي حصل به الجواز إن الجواز مبني على الفضل وإن الجواز مبني على إن كل واحد فينا سند للآخر يا رب اجعلنا دايما سند لأحبابنا واجعلنا دايما من أهل الأخلاق الكريمة ومن أهل محاسن الأخلاق واجعل كل واحد مننا يحمل الفضل منة منك يا رب العالمين ليصل بها إلى كل عبادك وخاصة من ربطهم بوثاق وبرباط من نور وهو رباط الزواج اللهم اجعلنا من المحسنين ومن أهل الفضل في كل وقت وحيد شكرا